إن هذه الجلسة العامة للمجلس الوطني الانتقالي كانت بحضور 170 مستشاراً تهدف إلى مناقشة التغرير المقدم من لجنة المالية والميزانية والمحاسبة العامة وذلك حول مشروعي قانون التسوية بخصوص الميزانية والمحاسبة المالية للعام 2021-2022 إن قانون التسوية حازة على حسب ما ورد في خلاصة هذا التغرير يؤكد أنه النص الذي يثبت المبلغ النهائي لإرادات ونفقات العمل منصرم كما أنه يشمل الفوارغ بين نتائج وتوقعات قانون المالية الأساسي على التعديلات التي حدست أثناء تنفيذ الميزانية إن هذه الجلسة الخامسة عشر للدورة الثانية العادية للمجلس الوطني الانتقالي ترعسها الدكتور حارون كابادي ويأتي ذلك بعد قياب طويل كما حضر عمين الدولة بوزارة المالية والميزانية علي إيجاد كامبار وعدد من أعضاء الهكومة فيهين أنه بعد هذه القراءة المطولة لرئيس اللجنة المالية والذي تناول فيه العديد من البيانات الرقمية المالية المهمة تلا ذلك سلسلة من المداخلات من طرف المستشارين الذين أكدوا في مجمل الكلمات على عهمية دفء الديون المتراكمة للتجار والمكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات والبهوس أمين الدولة بوزارة المالية والميزانية علي إيجادة فكان رده واضحا تجاه هذه المسائل المتعلقة بالديون الداخلية مؤكدا أنهم سوف يقومون بالتحقيق والمراقبة من عجل مضاعفة الجهود لدفء وتزديد هذه الديون كما قال أنهم يعملون بجد لأخذ هذه المراهزات والاقتراهات التي تسهم في أملية تقدم هذا العمل وعلى ضوء ذلك لقد تم المصادقة على هذين المشروعين بأقلبية واسعة وصلت إلى 156 صوتا